على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض ما يستحق الحياة نعم هكذا قالوا وهكذا عنوانوا رغم اليمين المتطرف في إسرائيل ورغم الاستفزازات المستمرة بصورة متكررة ومؤسفة ومعطلة لطريق السلام الذي إذا كانت تل أبيب تريد مواصلة المشوار فيه فلن يتأتى لها ذلك بهذه السياسات المستفزة وعملية السلام كيف لها أن تتواصل وتستمر في ظل حكومة يمينية إسرائيلية متطرفة اختارها بنفسه الناخب الإسرائيلي هذه علامة استفهام كبيرة علامة استفهام متعجبة نضعها بين قوسين في هذا المشهد المربك داخل حكومة نتنياه الجديدة لذا أقول كما قال شاعر فلسطين الكبير محمود درويش على هذه الأرض ما يستحق الحياة نعم على هذه الأرض ما يستحق الحياة رغم الاستفزازات وكان من آخرها في هذا الصباح عندما اقتحم الوزير الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى هو وحكومته كلاهما يعلمون أن ذلك سيكون له تبعاته وردود أفعاله الرافضة والغضبة في العالمين العربي والإسلامي والمسيحي أيضا لذلك أقول لإثمار بن غفير لسان الفلسطينيين وزير الأمن القومي الإسرائيلي في الحكومة الجديدة الذي كرر اقتحامه للمسجد الأقصى اليوم أقول له رغم بناء المستوطنات ورغم الجرفات ورغم اقتلاع شجر الزيتون ورغم الاقتحامات كما اليوم ورغم كل ذلك وما هو أسوأ من ذلك إذا سألت كل طفل عربي وكل شيخ عربي وكل امرأة كبيرة وصغيرة عربية بالطبع إذا سألت كل ضرب وكل شارع وكل حارة وكل قرية وكل شجرة وكل صخرة إذا سألت البحر وسألت النهر إذا سألتهم عن فلسطين فلسطين الأمس اليوم وفلسطين الغد سيقولون لك على هذه الأرض ما يستحق الحياة أهلا بكم نحن في هذا المساء وأنا تام الحنفي أحييكم شكرا شكرا